طلع فقبلت بركات بالصدفة فعرفتها عليه فتجننت فالمهم عن هي عايشة في مصر يعني فاتكلمت معا شوية وبعدين انا اتكلمت مع بركات اول مرة في حياتي يا وليد اشوف بركات متأثر اه باين علي قال لي يا كابتن في حاجة افترابني قال لي لا في حاجة يا كابتن انا نازل ماتش ازا مالك كايب جون مش عارف ايه اعمل ايه وبعدين فجأة الدنيا عملت كده طب ليه اشرح لي فقلت له بركات انا ما حيبش اسمع منك الكلام ده طول قال لي لازم تسمعه مني انا انا تحبان كده اول مرة اقول لك طالب بركات اللي بيضحك وبيهزر يعني ايه اجيك احد يسلم وحد يتصار برضه يقطع يهزر وبعدين فطالب انا قلت كلمتين اللي هم المعتدين والله بركات اكيد مفيش حاجة وانا بتكلم انا فعلا بتكلم مع حسن بدري انا مختنى بحسن بدري كده فبتكلم مع حسن فبسأله يقول لي والله احملنا في حاجة بس الظروف والوقت والمش عارف ايه والاصابة وهم مش قادرين يفهمه مش قادرين اختنعه وانت بركاتي بقى فدت ملعبوش ازاي عمادي بقى فدت ملعبوش ازاي بس لازم ادعم فرقتي ولازم اجيب هم بياخدو ضدهم فيومين وراء بعد الحقيقة كان بركاته عماد كانوا مديقين فانا قلت البركات والله بركات هتفرج وحتفتح فالنهاردة بكاء احساس وبركاته عمرو معال كده بس وليد هتلينا بعد اذنك بتاع بركات بعد اما احرز بركات ينف الملعب ويعمل مقام تمانية الانتخابات والقصة فهو عارف عين ايه رد اعتبار نفسه قال الجمهور ان انا بركات زي منا قال المدرب ان انا بركات اللي انت لازم تسخ فيه قال ان انا قدر اشيل تيم النادي الاهلي في غياب المعلمين بالزبط وبعدين خلي بالك ايه انت بتتكلم في الدقيقة حاجة او سبعين بيجيب الجون التاني مكمل تقريبا محظم المباراة بمستوى يعني ده بيلعب فين ايه اللي مدخله منطقة الجزاء ولو تفتكر هنا رد فعل غريبة كبتا يعني اولا حط يده على وشه وبس يده وشه وضهر مش ده بركات اللي بيجيب جون يلف في الملعب ويجرر الناس كلها وبعد كده لما هيخب وشه دي هنا بقى رسالة بص بيدعك وشه جامد قوي كمل يا وليد رسالة دي انه هو في ايه يعني انا عايزة فوق نفسي انتو في ايه لا بس هو يعني عارف جواه كل رد بص حتى بص اللي عالبي يحبوه فرحانين بيه اه بيحبوه اوي بيموتوا فيه ودي ميزة النادي الاه فبصرف النظر عن الفوس بكاس السوبر وهو لفرق الامكانات عشان يكون امنا لفرق الامكانات طبعا النادي الاهل لازم يفوس بكاس السوبر فرق اللعيبة فرق المدرب فرق الملعب فرق حاجات كثيرة جدا وجود جمهور حتى رغم انه كان قلال النهاردة شوها وفيه عتاب هم محمد الهولي في ادارة الاهل لازم قالوا لهم ماتش في اسكندرية صح حيسافروا والله يقول وبخمسة عشرين جنيه والله يقولتوا والدنيا صعبة الدنيا الدنيا